بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبنات طلبة التعليم الفن الصناعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة تحت رعاية وأشراف وزارة التربية والتعليم معاكم النهاردة مهندسة هويدة سيد إسماعيل من وزارة التربية والتعليم هراجع معاكم مادة تكملتها هي مادة المؤيسات والتكاليف الصف الثالث تريكو قال بدأنا مع بعض في الحلقة السابقة مراجعة الباب الأول اللي احنا تفانى فين هي المسائل بتاعته صغيرة جدا يدوب القانون واحد وبتبقى عليها درجة فلازم نجمع الدرجات بتاعتنا لأنها مش أقل من عشر درجات ورجعنا مع بعض الباب التاني وده أهم باب عندي اللي هو باب تكاليف الإنتاج على المكانة المستطيلة واللي أول ما بدخل الامتحان بلاقيه هو السؤال رقم واحد بالنسبالي ويبقى عليه درجة كبيرة فيريت نركز فيه كويس وخدنا أفكاره وإننا الأفكار بتاعته ما بتخرجش عن أربع حاجات يا إما بجيب فيه وزن برطل يعني الخامة بتاعتي بتبقى قطن أو كتان أو حرير أو صوف يا إما بيبقى عندي متري وبجيب فيه الوزن بالكيلو جرام يا إما بيبقى عندي تيكس أو دينير وبجيب فيه الوزن بالكيلو جرام حسب كل ترقيم من دول ليه قانون أنا باستخدم القانون وبجيب عندي كمان مجموع الأجزاء لو كان عندي إبر أو ألوان وامشي بالخطوات اللي احنا خدناها مع بعض وبعد كده بجيب جملة التكاليف اللي هي بتبدأ كل جنيه صرف على الكمية ببدأ أحسبه لو احنا مشينا بالخطوات بتاعتنا اللي احنا خدنا عليها قبل كده في الحلقات السابقة وفي حصة المراجعة اللي فاتت إن شاء الله بإذن الله كلنا هنقفل السؤال الأولاني طب هنكمل مع بعض بقى بقيت مراجعتنا وهنشوف الماكنة المستديرة الماكنة المستديرة زيها زي المستصيلة بالضبط مع بعض الاختلافات البسيطة إيه هي الاختلافات البسيطة اللي عندي أنا عندي الماكنة دي مستديرة يبقى القطر بتاعها دائري يبقى أنا في الحالة دي ما بيبقاش عندي عرض فعا بيبقى عندي إيه بيبقى عندي عدد إبر بالمكناة أو عدد إبر شغيلة طب هو فيه إمكانية هو ممكن ما يجيب ليش عادل إبر ويجي يجيب لي مثلا لازم يجيب لي حاجة تانية قدر أجيب منها عدد الإبر لأن القانون بتاعي قانون الوزن بيقول لي عدد الإبر يبقى أنا هو لما جيب ليش عدد الإبر يبقى لازم يجيب لي معلومة أقدر أجيب منها إيه هي المعلومة اللي أقدر أجيب منها هو القطر يبقى لازم يديني قطر الماكينة والجوش بتاعها يبقى في الحالة دي بضرب القطر في 22 على 7 في الجوش ولو أنا عندي قال لي ما كان مستدير أو سيكت يبقى ده وجه واحد لو قال لي سلندر وضايل يبقى وجهين ومن هنا ببدأ أجيب عدد الإبر وكمل بقية المسألة بتاعتي طبعاً جالي أسئلة كثيرة عنها وقالوا لي تكاليف الإنتاج عن الماكينة المستديرة ممكن تيجي في الامتحان ولا مش ممكن طبعاً حكاية إن هي تيجي أو ما تجيس جي مش هتفرق معين أنا اللي هميني أنا بقى فهمة إزاي قدر يجيب تكاليف الإنتاج وهي ما بتفرقش عن الماكينة المستطيلة بالعكس ده الماكينة المستديرة لو جي فيها تكاليف إنتاج بلاي إيه بتيجي حادات بسيطة جداً يدوب خطوتين تلاتم إزاي الماكينة المستطيلة لأن الأساس عندي تكاليف الإنتاج على الماكينة المستطيلة كمان بيبقى عندي تكاليف إنتاج تطريز فبيبقى صعب إن أنا أجيب تكاليف إنتاج تطريز وتكاليف إنتاج على الماكينة المستديرة وتكاليف إنتاج على الماكينة المستطيلة يبقى كده المنهج كده كبير معي ويبقى في الحالة دي بضطر إن إحنا نخفق الباب الأول لكن نمازج وضع الامتحانات لازم يكون فيها المناهج كلها او المنهج يكون فيه كل الابواب يبقى في الحالة دي لو جالي تكاليف انتاج على المكنة المستديرة ان شاء الله هتجري حاجة بسيطة فيها طيب نبدأ مع بعض بقى مراجعة المكنة المستديرة ونشوف ايه هي اهم الافكار بتاعتي اللي جاتلي في الامتحانات قبل كده السابقة او في نمازج الوزارة واللي هي بتبقى موجودة عندي افكارها في الكتاب يعني ما نفتكرش ان الامتحان ده جاي من دنيا تانية لا ده هو تفتح الكتاب وتبص في الافكار اللي موجودة في الكتاب ومنها بدأوا يستنبطوا الامتحان اه الارقام مختلفة طبعا لان دي مادة مؤيسات كلها ارقام وحسابات لكن الفكرة واحدة الاساس واحد هو موجود فين في كتاب المدرسة يبقى انا لو فهمت كل الافكار اللي عندي في الكتاب ان شاء الله هقفل مادة المؤيسات طيب نبدأ مع بعض المراجعة بتاعتنا ونشوف اسئلة المكنة المستديرة دي كده مراجعة على الباب التالب بتاعي اول مسألة عندي هنا كانت في امتحان 2015 بتقول لي ايه ما كانت تريكو مستديرة مسبت حول محطها 840 ابرا يبقى عندي هنا عدد الابر كام 840 وعدد مغزيتها 16 مشوار الابرة يعني طول الغرزة خمسة من عشرة سنتي وعدد اسطر السنتي 12 سطر وعدد ساعات العمل 8 ساعات ملخة المستخدم 36 على 2 ورستد وسرعة الماكينة 50 لفة لكل ديئة طول البلوفر الواحد 160 سنتي طالب مني ايه طالب مني طول القماش الناتج وعدد البلوفرات وطالب مني تاني حاجة وزن القماش الناتج بالرقل مسألة بسيطة وسهلة وصغيرة ومفيش فيها حاجات كثيرة بتبقى مطلوبة طيب نبص للمسألة اول حاجة قال لي انها مكنة ايه مستديرة بدام قال لي كلمة مكنة مستديرة يبقى على طول هاستخدم فيها قوانين المكنة المستديرة طالب مني ايه طالب مني طول القماش المنتج في اليوم بالمتر طب وحنا القانون بتاعنا بيقول ايه في المكنة المستطيلة كان بيبقى السرعة لكل دقيقة في 60 في عدد ساعات العمل في عدد الماكينات ولو عندي ورديات بضيف عدد الورديات على عدد أسطر السنتي في 100 طب ايه الزيادة في المكنة المستديرة المكنة المستديرة عندي هنا في ايه في عدد مغزيات يبقى انا عندي لو عن عشر مغزيات يبقى لفة المكنة الوحدة بتعمل لي عشر أسطر لو اتناشر مغزي يبقى لفة المكنة الوحدة هتعمل لي 12 سطر وهكذا يبقى أنا لازم أضيفه في القانون بتاعي هو عدد المغزيات ده الاختلاف ما بينه وما بين المكنة المستصيلة طب نبص مع بعض كده الإجابة تبقى إزاي أول حاجة عندي يبقى الإنتاج اليوم بالمتر الإنتاج اليوم بالمتر بيساوي السرعة الكل دقيقة في 60 في عدد ساعات العمل فعدد المغزيات على عدد أسطر السنتي في 100 طيب لو أنا عندي ورديات بضيفه عدد الورديات طب لو أنا عمديني السرعة بالساعة مش بالديقة يبقى ما قدتش هضرب في 60 يبقى الستين دي هي التحول بتاعي من الديقة إلى الساعة يبقى لكن لو داني في المسألة السرعة بالساعة يبقى ركز أول أني لو كتبت السرعة في الساعة في 60 يبقى أنا كده اشتغلت غلط يبقى أنا إمتى بحط الستين لو دي عند السرعة بالديقة بس بحطي إيه الستين يبقى القانون بتاع المكانة المستديرة إيجاد الطول الكل بالمتر أو الانتاج اليوم بالمتر بيساوي إيه السرعة الكل دقيقة في 60 في عدد ساعة العمل في عدد المغزيات على عدد أسطر السنتي في 100 ولازم أكتب القانون إحنا نتفقين لازم نكتب كل القوانين وهبدأ أشير كل كلمة وحط رقمها اللي هو بيبقى عندي في المسألة طب نبص مع بعض هذه الانتاج اليوم بالمتر السرعة عندي كام؟ السرعة عندي 50 في 60 عدد ساعات العمل 8 وعدد المغزيات بتاعتي 16 على عدد أسطر السنتي 12 في 100 12 في 100 طلعت لي كام؟ 320 متر يبقى أنا كده جبت الانتاج اليومي بالمتر لا ده هو عايز الانتاج اليومي وعدد القطع أو عدد البولوفرات يبقى عدد البولوفرات هيستوي زي ما اتفقنا الطول الكل بالمتر على طول القطع بالمتر وخدنا في حلقة سابقة ان احنا نجيب عدد القطع عن طريق الوزن اللي هو الوزن الكل أو وزن الكل بالرطل على وزن القطع بالرطل طيب أنا عندي هنا الطول الكل كام؟ 320 متر لكن قال لي طول القطع 160 سنتي وإحنا التفاعل ان احنا بنشغلش بالسنتي يبقى 320 على 1.6 من 10 عشان تبقى بالمتر اطلع لي 200 يبقى عدد القطع عندي كام؟ 200 نكمل مع بعض بقى عايز الوزن بالرطل طيب احنا اتفقنا ايه الفرق ما بين المكينة المستطيلة والمستديرة؟ عدد القبر طيب هو عدد القبر دي في المكينة المستطيلة عبارة عن ايه؟ العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاو هشيل كل دول وحط عدد القبر الشغالة أو عدد قبر المكينة يبقى الوزن بالرطل هيساوي عدد القبر الشغالة في طه اللي هي طول الغرزة فعدد أسطر السنتي في طول القماش بالسنتي على 100 في 35 على 32 في نمرة الخيط في الطول السابت يبقى الفرق ما بين الاتنين هو ايه؟ عدد الابر انا عندي في المكينة المستطيلة دايما بيجي العرض دايما وفي المكينة المستديرة دايما بيجي العدد ابر يبقى انا عندي في المكينة المستطيلة كنت بدأ القانون بتاعي العرض بالسنتي في 2 على 5 في الجوج في عدد الاوجه هما هما دول اللي انا هشيلهم في المكناة المستديرة وحط بدلهم عدد الابر يبقى القانون بتاع الوزن بالرطل على المكناة المستديرة هيساوي عدد الابر الشغالة او عدد ابر المكينة في طول الغرزة في عدد اسطر السانتي في طول القمش بالسانتي على 100 في 35 على 32 وتحت نمرة الخيط والطول السابت وهبدأ اشيل كل كلمة وحط رقمه طب نشوفها مع بعض حطيت هنا عدد الابر 840 وطول الغرزة 5 من 10 قعد اسطر السانتي 12 طول القمش بتاعي 320 متر دربت في 100 اسمت على 100 دربت في 35 على 32 عشان يبقى الطول باليرضة وتحت نمرة الخيط والطول السابت 560 عشان نوع هاورستيد طلعت لي كام 175 رطل 175 رطل لابقى انا كده جبت الوزن بالرطل مسألة طبعا سهلة وبسيطة جدا وهي دي مسألة الامتحان في المكنة المستديرة يوم ما بيزود لي في أجور هيجب لي تمن مثلا الخامة أجرة التدوير وأجرة التشغيل وخلاص لكن الأساس عندي في تكاليف الانتاج هي المكنة المستطيلة هي دي اللي نركز فيها كويس قوي لكن المكنة المستديرة دايما بتجيلي في الامتحان بفكرة بسيطة فدايما نراجع المكنة المستديرة ونشوف شكلها جاي لنا في الامتحان شكله عامل ازاي طب نبص مع بعض ما سألت الامتحان دي جات لنا ازاي دي امتحان 2017 بيقول لي تم تشغيل مكنة تريكو مستديرة لمدة 8 ساعات لإنتاج بلوفرات ويحتاج البلوفر الواحد قماش طوله 2 متر وكانت سرعة المكينة 70 لفة لكل دقيقة ومسبت بها 400 إبرة يبقى أنا عندي كم إبرة؟ 400 وعدد المغزيات 8 مغزيات طول الغرزة 5 من 10 من خيط وورستد رقم 38 على 2 يبقى نوع الخيمة وورستد سمن الرطل 6 جنيه سمن الرطل 6 جنيه استيلاك اللفة 12% أجرة تدوير الرطل 10 قروش وأجرة تشغيل المتر 20 قرش وأجرة قص البلوفر 50 قرش وإحنا بشغلش بقروش يبقى ناخد بالنا وإحنا بنحسب هنقسم على 100 المطلوب بقى طالب مني أول حاجة طول القماش بالمتر تاني حاجة عدد البلوفرات وتالت حاجة تمن بيع البلوفر بعد إضافة 20% أرباح شفنا لما جاب جملة تكاليف هنا من المسألة جايبها لي حاجة بسطة جدا يعني يا دوب 8 خمات وأجور تشغيل وأجرة قص مش جايب تكاليف كثيرة ولا أجور تجهيز ولا أجور تشطيب ولا أي حاجة طيب نبدأ مع بعض خطوات الحل بتاعتنا أول حاجة عندي هجيب الإنتاج اليوم بالمتر اللي هو عبارة عن إيه الإنتاج اليوم إحنا متفقين بقى هنكتب القانون السرعة الكل دية في 60 فعدد ساعات العمل فعدد المغزيات على عدد أسطر السنتي في 100 يبقى 70 في 60 في 8 اللي هي عدد ساعات العمل وعدد المغزيات 8 وتحت 8 عدد أسطر السنتي في 100 طلعي 336 متر طيب عشان نجيب عدد القطع بقى هو قال للقطع طولها كام؟ 2 متر يبقى عدد البلوفرات هيتساوي 336 على 2 هيتساوي 168 بلوفر يبقى أنا كده جبت المطلوب الأولاني اللي هو إيه؟ الطول الكل بالمتر وجبتي كمان عدد القطع اللي هي عبارة عن طول الكل بالمتر على طول القطع بالمتر نخب بالنا قوي من النقط دي في ما كان المستدير طيب نكمل مع بعض المسألة عايزين نجيب الوزن بالرطل طيب الوزن بالرطل عندي هو إيه؟ عدد القبر الشغالة أيوة المكنة المستديرة احنا نتفنى أن فيها إيه؟ عدد قبر شغالة يبقى عدد القبر الشغالة في طول الغرزة في عدد أسطر السنتي في طول القماش بالسنتي على مية في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين وتحت نمرة الخيط والطول السابت وهبدأ أشيل كل كلمة وحط رقمها شلت عدد القبر حطيت ربع مية في خمسة من عشرة اللي هو طول الغرزة في تمانية اللي هي عدد أسطر السنتي وحطيت طول القماش بس أنا عندي طول القماش بالمتر فدربته في مية أسنت على مية دربت في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين وتحت نمرة الخيط والطول السابت يبقى أنا عندي المسألة دي كانت مكنة مستديرة لكن كان مزود لي فيها بعض الحاجات أول حاجة كان عايز إيه؟ الطول الكل بتاعي بالمتر أو الإنتاج اليوم بالمتر وكان عايز عدد القطعة وإحنا التفقى أن أنا بجيب عدد القطعة عن طريق طول القلي على طول القطعة أو الوزن القلي على وزن القطعة يبقى حسب هو ما بيبقى مديني في المسألة أنا بشتغل إداني وزن قطعة يبقى بيأخذ الوزن القلي على وزن قطعة إداني طول القطعة يبقى بأخذ الطول القلي على طول القطعة وبعد كده طلب من الوزن بالرطل فكتبت قانون الوزن بالرطل للمكنة المستدير اللي هو بيقول لي إيه؟ عدد القبر الشغالة في طول الغرزة في عدد أسطر الصانتي في طول القماش بالصانتي على مية في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين وتحت نمرت الخيط والطول السابت وبدأت أشير كل كلمة وحط رقمها ونركز قوي مع بعض إني لازم لازم أخذ بالي وأنا بكتب القانون لأن كل كلمة أنا بكتبها في المؤيسات وكل رقم أنا بحطه بتحاسب عليه طيب نبص مع بعض بقى كده ما بدأنا نشير كل كلمة ونحط رقمها شرت أول حاجة عدد القبر وحطيت ربعمية طول الغرزة حطيت خمسة من عشرة عدد أسطر السانتي تمانية وطول القماش ترتمية ستة وتلاتين بس ده بالمتر فيه دربت في مية وقسمت على مية عشان يبقى بالمتر دربت في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين ونمرت الخط تسعتاشر ونوع الخيط ورست دي بقى خمسمية وستين وعندي استهلاك مية واثناشر على مية عشان قال استهلاك اتناشر في المية تلعي الوزن بتاعي باتنين وستين رقم نكمل مع بعض بعد ما طلع لي الوزن الأجور بقى اللي طالبها مني كان طالب مني تمن البيع بعد إضافة الربح يبقى أول حاجة هاجيبها هي سمن الخامات قال للرطل بستة جنيه طب أنا عندي كم رطل؟ عندي اتنين وستين رطل يبقى اتنين وستين في ستة تلعي الترطمية اتنين وسبعين جنيه ودي بالنسبة لي كانت رقم واحد هبدأ بعد كده زي ما احنا متفقين كل حاجة بالجنيه هبدأ رقمها طيب أجرة التدوير قال لي أجرة التدوير عشر قرش وإحنا اتفقنا احنا بشتغلش بالقرش احنا كل شغلنا بيبقى بإيه؟ بالجنيه يبقى في الحالة دي بطاري أننا نقسم على مية يبقى أسم على مية يبقى أنا عندي هنا قال لي أجرة التدوير عشر قرش للرطل طب أنا عندي كم رطل؟ عندي اتنين وستين رطل يبقى اتنين وستين في عشر على مية يبقى أنا كده طلعت أجرة التدوير ودي هتبقى معي رقم اتنين يبقى أنا جبت أول حاجة رقم واحد أيوة ثمان ايه؟ الخامات رقم اتنين أجرة التدوير تمام؟ هنشوف بقى رقم تلاتة رقم تلاتة قال لي أجرة التشغيل عشرين قرش للمتر طب أنا عندي كم متر؟ عندي تلتمية ستة وتلاتين متر وبرضة ما باشتغلش بالقرش يبقى تلتمية ستة وتلاتين دربت في عشرين على مية طلعت سبعة وستين واثنين من عشر جنيه وبدي بقى دي رقم تلاتة عندي بعد كده أجرة القص قال لي أجرة القص خمسين قرش للقطعة وأنا برضو ما باشتغلش بالقرش طب أنا عندي كم قطعة؟ عندي مية تمانية وستين قطعة يبقى مية تمانية وستين في خمسين على مية عشان تبقى بالجنيه تلعت لي أربعة وتمانين جنيه ودي بقى دي رقم أربعة يبقى أنا طلعت كده كم أجور طلعت أربعة أرقام بالجنيه طب أنا عايزة أتأكد أن أنا شغلة صح وأن أنا منسيتش حاجة هعمل إيه؟ هبقى أعد في المسألة كم جنيه زكرة في المسألة؟ لو طلعوا أربعة يبقى أنا كده شغلة صح لو طلعوا خمسة يبقى فيه واحدة منهم نقصة عندي يبقى أنا ببدأ أراجع المسألة تاني على نفسي وأبدأ أشوف أنهي واحدة أنا نسيتها يبقى دي الأرقام دي بتعرفني أن أنا ماشي صح عشان للأسف المؤيسات كل خطوة مترتبة على اللي بعدها يبقى أنا لو قلت في واحدة هلاقي اللي وراها كمان غلط يبقى أنا كده براجع على نفسي أول بول بحصل على الآلة مرتين أطلع النتجة أتأكد أنه مظبوط وكمان بعد ورايا أنا رقمت أربع مرات جنيهات يبقى أنا هعد في المسألة كم جنيه لو طلعوا أربعة يبقى أنا كده شغلة مظبوط ومنسيتش حاجة طلعوا فعلا أربعة عدنيهم طلعوا فعلا أربعة فهبدأ أجيب جملة التكاليف جملة التكاليف اللي هي إذا ما اتفقنا هجمع رقم واحد اللي هو ثمن الخمات مع أجرة التدوير مع أجرة التشغيل مع أجرة التفصيل وهشوفها تطلع لي خمسمية تسعة وعشرين واربعة من عشر يبقى أنا كده جبت جملة التكاليف طب قال لي كمان عندك نسبة ربح نسبة ربح عندي كام؟ قال لي عشرين في المي طب أنا عندي كم قطعة؟ مية تمانية وستين يبقى ثمن بيع البلوفر بعد إضافة الربح هتساوي خمسمية تسعة وعشرين واربعة من عشر في مية وعشرين وهقسم على عدد القطع اللي هي مية تمانية وستين في مية وطلع لي ثمن بيع البلوفر وطبعا هيبقى بالجنيه يبقى احنا كده خلصنا فكرة تانية من أفكار المكنة المستدهيرة يبقى الفكرة الأولانية كان طالب مني بس الطول وعدد القطع والوزن هنا في الفكرة بتاعت الامتحان ده زود لي حاجة زود لي ان هو عايزه كمان أجور طب إيه الأجور اللي جات لي؟ تمن خمات أجر التدوير وأجر التشغيل وأجر التفصيل حاجة سهلة وبسيطة ما هيش صعبة زي المكنة المستطيلة ورغم عن ذلك لو أنا فهمت المكنة المستطيلة هشتغل المكنة المستديرة وأنا مرتاحة جدا يبقى احنا كده خدنا فكرة تانية من المكنة المستديرة نكمل مع بعض وهنبدأ مع بعض المراجعة على الباب الرابع طب الباب الرابع بتاعي ده بقى حد يفتكر كده الباب الرابع بتاعنا بيتكلم عن إيه؟ الباب الرابع بتاعنا ده بيتكلم عن التطريز يبقى احنا بدأنا الحلقة بتاعتنا بمراجعة المكنة المستديرة وخدنا فيها فكرتين أنا بعيد تاني عشان نبقى مركزين الفكرتين اللي احنا خدناهم في الأول إيه؟ أول فكرة على المكنة المستديرة كان عايز إيه؟ أيوة كان عايز عدد القطع والطول الكل بالمتر والوزن الفكرة التانية كان عايز فيها تكاليف ولكن تكاليف بسيطة طب نبص بقى مع بعض كده على باب التطريز ده باب التطريز بيقول لي إيه؟ التمرين ده رقم 3 صفحة 111 طلب من أحد العملة عمل ميت سطارة شباك ميت سطارة شباك من نوعين يبقى أنا عندي السطارة دي مكونة من كم نوع؟ نوعين إيه هم النوعين؟ النوع الأول سميك لعمل البرقع والجوانب النوع الأول سميك لعمل البرقع والجوانب عرضه 120 سنتي عرض القماش اللي أنا هستخدمه لعمل البرقع والجوانب 120 سنتي ثمن المتر منه 25 جنيه وهنعمل منه 3 قطع إيه هم الـ 3 قطع اللي هنعملهم بقى؟ واحد برقع الواحد برقع ده مقاسه إيه؟ مقاسه 260 سنتي فاربعين سنتي واتنين جانب اللي اتنين جانب دول مقاسهم إيه؟ 260 سنتي فاربعين سنتي طيب النوع الثاني عندي شفاف عرضه 260 سنتي سعر المتر منه 20 جنيه ويصنع منه سطارة مساحتها 260 في كام؟ في 390 سنتي والمقاسات شاملة الخياطة طيب نفتكر مع بعض بقى كده دي المراجعة بتاعتنا على إيه؟ على باب التطريز؟ طيب نفتكر بقى لما جينا شرحنا باب التطريز ده قلنا عنه إيه؟ قلت عنه إيه بباب التطريز؟ نراجع كده الحلقات الأديمة ونشوف إحنا قلنا عنه إيه؟ قلنا إن إحنا عندنا في البيت بنترز مفارس صفرة بنترز ملايات ومخدات بنترز حقائب بنترز فوة شاي بنترز ملاي المطبخ أيا كان اللي أنا بطرزه إيه؟ أنا عندي خطوات أنا بشتغل بيها إيه الخطوات اللي أنا بشتغل بيها؟ أول حاجة بجيب المقاسات بعد الزيادة طب ولو المسألة زي المسألة بتاعت النهاردة قال لي شاملة الزيادة خلاص بأنا ما بجيبش الخطوة الأولانية طب وإيه المطلوب مني بعد كده في الخطوات بتاعتي بعد ما بجيب المقاسات بعد الزيادة؟ بجيب الرسمة وجالي سؤال وسألني هل الرسمة دي؟ مفيش أي طريقة تانية أن أنا أجيب منها كمية الأماش غير الرسمة؟ يعني ما فيش اي حل ان انا جيب كمية القماش لازم اعمل الرسمة طبعا الاجابة لازم نعمل الرسمة للأسف ما تقدرش تجيب كمية القماش غير لما تعمل الرسمة ده غير ان الرسمة عليها درجة في الامتحان طب مسألة زي اللي قدامنا دي قال لي نوعين من القماش ايوة كانت سطارة سميكة وخفيفة او شفافة ودي لها قماش ودي لها قماش دي لها عرض ودي لها عرض يبقى انا في الحالة دي على طول اعرف ان انا هعمل كم رسمة تمام مصبوط برافو عليكم ممتازين بقيتو شاطرين يا سنة تالتة بنعمل ايه بنعمل رسمتين ايه هم الرسمتين دول رسمة القماش الاولاني اللي هو بالعرض الاولاني ورسمة بالعرض التاني عشان ده ليه تمن وده ليه تمن وبعد كده بعد ما بجيب كمية القماش وتمن النوع الاول وتمن النوع التاني بشتغل مسألة عادي خالص بجيب عدد بكر كل لون وتمن ورين ده تطريز يبقى لازم يكون في عدد بكر لون اول لون تاني لون تالت بكر حياكة وبعد كده فيه اجر التفصيل اجر التشتيب اجر اي اجر التطريز ايا كان الاجر اللي بتجيلي ببدأ اجمعها يبقى هي دي خطوات بتاعتي طب نكمل مع بعض المسألة بيقولي تحتاج استطارة الى سلاسة الوان للتطريز يبقى انا عندي كام لون للتطريز تلاتة اللون الاول كل عشرين شلة تكفي لتطريز خمس ستاير يبقى انا عندي العشرين شلة دول هيطرزولي خمس ستاير النوع التاني كل اربع وعشرين شلة هتطرزلي عشر ستاير طب النوع التالت كل تلاتين شلة هتطرزلي ثمان ستاير يبقى انا عندي كام لون من الوان التطريز ثلاث الاولاني العشرين شلة هيعملولي خمسة والتاني الاربعة وعشرين شلة هيعملولي عشرة والتالت التلاتين شلة هيعملولي تمانية قال لي التلاتة انواع دول سعر الشلة بتاعتهم مية وعشرين ارش طيب عايزين نعرف كمان ايه يا بقيت الاجور بتاعتي قال لي كل استارة بتحتاج بقرة حياكة تمانها مية وثلاثين ارش يبقى كل استارة محتاجة بقرة حياكة كمان كل سطارة محتاجة اتنين متر كردون وهنشوف دلوقتي رسمة الكردون دي شكلها ايه سعر المتر منه اتنين جنيه وكل سطارة تحتاج اتنين فرنشا هنعرف برضو الفرنشا دي ايه سعر الواحدة مئتين وتمانين قرش نكمل الأجور قال لي أجرة القص 20 جنيه للسطارة أجرة التطريز 25 جنيه للسطارة الشفافة و15 جنيه للسطارة التانية يضاف مصاريف 500 جنيه المطلوب سمن بيع السطارة بعد إضافة 20% أرباح طبعا كلنا أول ما هنشوف المسألة كده هنتخدس مسألة كبيرة ومليانة وفيها خطوات كتير وأرقام كتير هتحسوا أنه انتو تايهين أول لو لقيتوا مسألة زي دي قدامكم لكن لو ركزتوا شوية هتلاقوا أنها سهلة جدا وما فيهاش أي حاجة ده أنا كل الحكاية هعمل أول حاجة هجيب الرسمة من الرسمة هطلع كمية اللي أماش للنوع الأول وكمية اللي أماش للنوع الثاني ثمن النوع الأول وتمن النوع الثاني وبعد كده هجيب عدد بكر كل لون وتمن وهجيب بكر الحياكة وتمن هجيب الأجور أجر التفصيل أجر التطريز وتمن وخلاص على كده جملة التكاليف هجمع كل الأرقام يعني سهلة جدا وما فيهاش أي حاجة بس أنتوا بتتخضوا أول ما بتلاقوا المسألة طويلة تقولوا ده احنا حلناها صفحتين ثلاثة لا ما تعديش الصفحات وأنتي بتحلي أهم حاجة أنت فهمة وشغالة وخطواتك ماشية مظبوطة خلاص ما تعديش بقى أنت بتحلي في قدقية عشان ما تتضايقش نفسك طيب نبدأ مع بعض ونشوف بقى المسألة دي هنعمل فيها إيه ده شكل الستارة نبصوا كده مع بعض أهو ده شكل الستارة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها أهي عبارة عن برقع وجوانب زي ما احنا شايفين فعلا قطعة برقع واحدة وجنبين وتحت منها فيه سطارة تانية شفافة أهي أيوة آدي السطارة الشفافة طيب واحدة كمان شكل تاني آهي آدي السطارة هي تانية طيب أمالي إيه اللي في الجنب ده أيوة الشريط اللي ملفوفة عليها ده هو الشريط الكردون اللي احنا بنتكلم عليه طيب ومن اللي رفعها من الجوانب كده ومسكها أيوة دي الفرنشا اللي احنا قلنا على كل استارة محتاجة اتنين زي ما احنا شايفين اهي واحدة من الجنب اليمين والتانية من الجنب الشمال يبقى أنا على طول أول ما شوف أن أنا عند استارة أعرف على طول أن أنا هعمل إيه أيوة مظبوط هعمل رسمتين نكمل مع بعض أول حاجة المأسات بتاعتي إيه يا المأسات أيوة المأسات كانت عبارة عن إيه في النوع الأولاني 40 سنطي في 260 سنطي دولا أنا عايزة منهم ثلاث قطع إيه هما الثلاث قطع بتوعي كانوا اتنين جانب وبرقع طيب وعرض القماش اللي أنا هستخدمه كام 120 سنطي طيب السطارة الشفافة أنا كنت عايزة مأسها كام 260 في 390 سنطي طيب القماش اللي أنا كنت هستخدمه كان عرضه كام كان عرضه 260 سنطي يبقى أنا دلوقتي هعمل رسمتين الرسمة الأولانية للنوع الأول اللي هو عرضه 120 والرسمة التانية اللي هي للنوع التاني اللي هو عرضه 260 النوع الأول أنا هجيب منه ايه اتنين جانب وبرقع أو برقع واثنين جانب طيب والنوع التاني هيبقى استطارة واحدة بس اللي هي استطارة الشفافة من هنا هبدأ أجيب كمية النوع الأول وكمية النوع التاني وتمن النوع الأول وتمن النوع التاني نكمل ده شكل الرسمة هي واللي احنا اتفقنا اللي من غيرها ما أقدرش أعمل الكمية لو ماش بتاعتي يبقى النوع الأولاني ده كان ايه المية وعشرين سنتي ده اللي هو الايه الكماش السميك بتاعي اللي أنا عملته منه برقع والجوانب واحد برقع واثنين جانب كان عرضي الكماش بتاعي 120 أسنت المية وعشرين على 40 اداني الثلاث قطع فعلا الثلاث قطع دول عبارة عن ايه اتنين جانب وبرقع طيب طب والقطع التانية أو النوع التاني كان عرضه 260 اهو اداني استطارة واحدة مقاسها 260 في 390 يبقى كمية القماش السطارة الوحدة الخفيفة او النوع الاولاني عبارة عن ايه ايه اربعين في كام في 120 سنتي طيب والتانية تمام مظبوط اسمناها العدد بتاعي طب نكمل ونشوف كمية القماش جت ازاي يبقى كمية القماش من النوع الاول انا عندي مية سطارة تمام المية سطارة دول الواحدة منهم طولها 260 سنتي يبقى مية في 260 بس انا ما باشتريش القماش بتاعي بالسنتي انا باشتريه بالمتر فقسمت على مية طلعت 260 متر يبقى النوع الاولاني انا عايزة منه 260 متر المتر بكام ب25 جنيه يبقى سمن وماش النوع الاول 260 ب25 ب6500 جنيه وتبقى دي رقم واحد طيب النوع التاني النوع التاني كان عبارة عن سطارة واحدة مقاسها كام 260 اللي هو عرض القماش في 390 اللي هو الطول طيب 390 دول انا عايزة كم سطارة عايزة مية يبقى 390 في مية وبرضه هقسم على مية عشان انا باشتغل بالمتر يبقى 390 متر طيب النوع التاني ثمنه كام 28 جنيه يبقى 390 في 20 بيه 7800 جنيه وتبقى دي رقم اثنين يبقى انا اول حاجة بصتلي المسألة بتاعتي قريتها لقيت ان هي عبارة عن سطارة وسطارة فيها برقع وجانب وسطارة شفافة على طول من غير تفكير اعرف ان انا عندي رسمتين اعرفت ان انا عندي رسمتين عشان انا عندي نوعين قماش وكل قماش ليه عرض وليه ثمن جبت اعملت الرسمة الاولانية وجبت منها كمية القماش للنوع الاول وتمنه الرسمة التانية جبت منها كمية القماش للنوع التاني وتمنه وزا ما اتفقنا مع بعض للأسف مفيش اي طريقة ابدأ اجيب منها كمية القماش الا لازم اعمل الرسمة وناخد بالنا لو احنا عملنا الرسمة غلط هتطلع لي كمية الرقماش غلط يبقى احنا ناخد بالنا واحنا مركزين اننا الرسمة عندي مقفلة ومفيش فيها اي نسبة هالك ودايما بتجيلي في الامتحان الرسمة بتاعتي بتقفل طيب نكمل مع بعض بقى بقيت المسألة بعد ما جبنا 8 نوع الاول وتمن النوع التاني هنبدأ نعمل ايه نبص كده مع بعض الخطوة اللي بعد كده هنجيب بقى عدد البكر انا عندي 3 الوان او 3 انواع بيقولي النوع الاول عبارة عن ايه 20 شلة بتعمل 5 ستاير يبقى عدد شلال اللون الاول العشرين شلة بيعملوكم سطارة 5 طب انا عندي كم سطارة عندي 100 سطارة يبقى السطارة تحتها سطارة وتحت عدد الشلال C لان انا معرفش دلوقتي عدد شلال اللون الاول بعمل طرفين في وسطين يبقى مية في عشرين على خمسة تلعيت لي 400 شلة طيب عايزة جيب عدد شلال اللون التاني قالي اللي 24 شلة بيعملو لي 10 ستاير طب انا عندي كم سطارة عندي 100 سطارة طب وعدد الشلال قد ايه انا معرفش يبقى السين يبقى طرفين في وسطين 24 في مية على عشرة تلعيت لي 240 شلة يبقى انا كده جبت عدد شلال اللون التاني بعد كده عايزة جيب عدد شلال اللون التالت بتقول ايه 30 شلة بيعملوني 8 ستاير طب انا عندي كم سطارة عندي 100 سطارة طب يبقى محتاجة كم شلال سين طرفين في وسطين يبقى 30 في مية على 8 تلعيت 375 شلة يبقى انا كده جبت عدد شلال اللون الاول عدد شلال اللون التاني وعدد شلال اللون التالت طب انا ليه ما جبتش 8 اللون الاول والتاني والتالت بالمرة لانه هو الدني كلهم 8هم واحد هو 120 ارش يبقى انا في الحالة دي بعد ما اجيب عدد شلال اللون الاول والتاني والتالت هجمحهم مع بعض واجب لهم 8 مرة واحدة يبقى انا كده اختصرت في الخطوات عندي جبت عدد شلال اللون الاول عدد شلال اللون التاني وعدد شلال اللون التالت جمعتهم مع بعض التلاتة وبعد كده هجيب لهم تمن واحد ليه تمن واحد عشان هم مديني التلاتة بنفس التمن لكن لو كان مديني كل نوع بتمن كنت اضطريت ان انا كل نوع اجيب عدده واجيب تمن طب نكمل جمعت هنا الشلل كلها يبقى مجموع الشلل هتسوي ايه 400 زائد 240 زائد 375 طلعت لي 1015 شل طب الشلل كان ب120 قرش ونحن لا بنشتغلش بالقرش يبقى 1015 في 120 على 100 يبقى انا كده جبت 8 الشلل بتاعتي اللي هي 1218 جنيه وتبقى دي رقم 3 طب وما الرقم 1 و2 كانت ايه كان 8 قماش النوع الاول وتمن قماش النوع التاني بعد كده قال لي كل سطارة عايزة بقرة حياك طب انا عندي كم سطارة 100 يبقى عدد بقرة الحياكة واحد في 100 والبقرة كان ب130 قرش يبقى انا عندي 100 في 130 على 100 ب130 جنيه تبقى دي رقم 4 نكمل عندي بعد كده عدد امطار الكردون الكردون ده اللي هو الشريط اللي بنلف حوالين السطارة كلها قال لي ايه كل سطارة محتاجة 2 متر طب انا عندي كم سطارة عندي 100 يبقى 2 في 100 يبقى كده 200 متر كردون الكردون المتر منه كام ب2 جنيه يبقى 8 الكردون يبقى 200 في 2 ب400 جنيه وتبقى دي رقم 5 طيب قال لي كل سطارة محتاجة 2 فرنشة الفرنشة دي اللي انا هربط بها الستاير من الجنب عبارة عن ايه عدد الفرنشات انا عندي كم سطارة 100 وكل سطارة محتاجة 2 يبقى 2 في 100 ب200 فرنشة الفرنشة الواحدة تمانها كام تمانها 280 قرش يبقى 200 في 280 على 100 عشان انا بشتغل بالجنيه ما بشتغلش بالقرش يبقى 560 جنيه وتبقى دي رقم 6 يبقى احنا هنا طبعا قلنا ما نتخضش ان المسألة طويلة لكن لقينا هي سهلة معانا اول حاجة جبت كمية النوع الاول وتمنه الخطوة التانية كمية النوع التاني وتمنه الخطوة التالتة جبت عدد شلل اللون الاول وعدد شلل اللون التاني وعدد شلل اللون التالت جمعتهم مع بعض وجبت لهم تمانه وبعد كده عندي الكردون الشريط اللي هيلف حوالين السطارة جبت طول الكردون وده رقم 8 عندي كمان الفرنشا اللي موجودة بتمسك للسطارة من الجنب جبت عدد الفرنشات وتمنها كل حاجة العقل بالجنيه عملت لها ايه رقمتها عشان أبدأ أم أجيب جملة التكاليفة جمعها كلها طب خلصة المسألة لا لسه لسه فيها بقية الأجور نكمل عندي بعد كده أجرة التفصيل قال لي أجرة التفصيل 20 جنيه للسطارة طب أنا عندي كم سطارة؟ عندي 100 سطارة يبقى 100 في 20 بألفين جنيه دي رقم سبعة طيب عندي بعد كده أجرة التطريز قال لي النوع الأولاني ليه تطريز والنوع التاني ليه تطريز ليه السطارة يعني يبقى أجرة التطريز النوع الأول من السطارة عندي 25 جنيه وأنا عندي 100 سطارة يبقى 100 في 25 ألفين وخمسمائة جنيه دي رقم تمانية وأجرة التطريز النوع التاني 15 جنيه يبقى 15 في 100 بألف وخمسمائة دي رقم تسعة مصاريف غير مباشرة اللي هو قال لي عليه هضيفيها 500 جنيه ودي رقم 10 طبعا ايزا اتأكد بقى ان احنا شغلين صح ومنسناش حاجة ايوه حد يفقى ان يبقى نعمل ايه ايوه نرجع للمسألة تاني ونجمع كل الجنيهات اللي موجودة او القروش انطلعوا عندي 10 يبقى انا كده ماشي تمامي التمام وما فيش حاجة انستها لو طلعوا نقصان او زيادة يبقى في حاجة مش مظبوطة عندي انا بابدأ اراجع تاني كل ده لي عشان اراجع على نفسي اول بول طب انا دلوقتي جبت الاجور بتاعتي تلعوا عشر حاجات من اول تمن النوع الاول تمن النوع التاني وبعد كده عندي عدد بكر وتمنه سواء كان تطريز او حياكة عندي اجر التطريز عندي اجر التفصيل عندي اجر التشغيل وجمعت كل ده طلعوا لي كام تلعوا لي عشرة هابدأ اجيب بقى جملة التكاليف نكمل مع بعض اذي جملة التكاليف بقى اللي هما العشر حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم يبقى 6500 زائد 7800 اللي هو تمن القماش النوع الاول وتمن قماش النوع التاني زائد 1218 8 بكر التطريز 130 8 بكر الحياكة و400 زائد 560 زائد 2000 زائد 2500 زائد 1500 زائد 1500 هي المصاريف الغير مباشرة بتاعتي طلعت الرقم بتاعي 23108 جنيه يبقى انا كده طلعت جملة التكاليف بتاعتي طب عندي بقى نسبة الربح بتاعتي قال لي كام 12 في المية يبقى تمام بيع استطارة بعد اضافة الارباح هتساوي جملة التكاليف فيه 112 اللي هي نسبة الربح زائد 100 عالمية اللي هي عدد القطع والمية التانية اللي هي بتاعت نسبة الارباح طلعت لي 258 وثمانية من عشر صعبة المسألة ها المسألة بالنسبة لكو كايت مريانا ما عليش حبة لكن سهلة وبسيطة وما فيهاش حاجة خالص كل الحكاية ان انا فهمت من بداية المسألة ان انا عندي رسمتين رسمة للنوع الاول ورسمة للنوع التاني وبدأت على اساس هجيب كمية القماش للنوع الاول كمية القماش للنوع التاني وبعد كده ببدأ اكمل الاجور بتاعتها عادي خالص ما فيهاش اي مشكلة يبقى خدنا طب تفتكروا كده احنا خدنا قبل كده ايه في الحلقات السابقة على التطريس ده خدنا ايه خدنا ازاي نطرز ملايات ومخدات وخدنا كمان ازاي نطرز مفرس صفرة وفوت يبقى احنا خدنا فكرة المفرس والفوت خدنا الملايات والخدديات او قطم الاسرة وخدنا كمان النهاردة الستاير وهنكمل مع بعض وناخد الحقائب ايه الحقائب دي اللي هي الحقيبة اللي هي الشنطة بتاعتي هو احنا ماينفعش ان انا اشتري شنطة قماش مترزة لأ طبعا ينفع طب نبص كده في المسألة دي بيقول لي ايه مطلوب عمل 120 حقيبة 120 حقيبة الحقيبة دول عرض القماش المستخدم بتاعي كام ثمانين سانتي سعر المتر منه عشرين جنيه سعر المتر منه عشرين جنيه تحتاج الى قطعة واحدة للامام واخرى للخلف قطعة واحدة للامام واخرى للخلف ابعدها ايه خمسة وتلاتين سانتي في تلاتين سانتي وقطعة واحدة للجانب يبقى انا عندي قطعتين امام وخلف خمسة وتلاتين في تلاتين وقطعة واحدة للجانب مقاسها 100 سنتي في 15 سنتي ويضاف 2.5 لكل جانب نفتكر بقى كده يبقى اول خطوة عندي هنقول ايه ايوه تمام هي ايه المقاسات بعد الزيادة ما هو هنا قال المقاسات هتزيد كام 2.5 من كل جانب في الستارة قال المقاسات شاملة الخياطة عشان كده ما زودتش لكن هنا قال الحقيبة او الشنطة بتاعتي هيتزيد عليها 2.5 من كل جانب طيب الحقيبة بتاعتي دي بتتكون من ايه الاول اللي عبارة عن ايه قطعتين امام وخلف القطعتين دول المقاس هم قد ايه 35 في 30 وقطعة واحدة للجانب قطعة الجانب دي اللي هي مقاسها كام 100 في 15 سنتي هنضيب بقى ل 2.5 من كل جانب ونشوف المقاسات الجديدة هيبقى شكلها ايه نكمل دي المقاسات بعد الزيادة يبقى 35 زائد 2.5 زائد 2.5 هتطلع لي 40 سنتي التانية 30 زائد 2.5 زائد 2.5 هتطلع لي 35 سنتي يبقى انا كده جبت قطعتين للامام والخلف طيب نيجي بقى لقطعة الجوانب قال لي الجوانب ايه كانت 115 طيب نزودها بقى ل 2.5 من كل جانب يبقى 100 زائد 2.5 زائد 2.5 هتساوي 105 سنتي 15 زائد 2.5 زائد 2.5 هتبقى 20 سنتي ودي انا عايزة منها قطعة واحدة بس للجانب يبقى انا عندي قطعتين للامام والخلف وقطعة للجانب طيب انا بشتغل بقى بالمقاسات الجديدة المقاسات الجديدة عندي بقت كام 40 في 35 دول القطعتين والمية وخمسة في 20 اللي هو قطعة الجانب طيب نكمل ونشوف الرسمة بتاعتنا شكلها ايه ده شكل الرسمة عرض القماش بتاعي كام عرض القماش 80 سنتي طيب احنا قلنا ان انا عندي الامام والخلف قطعتين اسمت 80 على الاربعين طلعت الاثنين اسمتهم هم الاثنين طولهم قدي 35 سنتي يبقى 35 سنتي دول عملولي حقيبة واحدة اللي هي الامام والخلف طب عايزين نعمل بقى الجوانب الجوانب بتاعتنا قلنا عرضها كام 20 وطولها 105 اسمت 80 على 20 اداني 4 جوانب يبقى 105 سنتي دول هيعملولي كام جانب هيعملولي 4 جوانب يبقى 35 سنتي عملولي شنطة واحدة لانها قطعتين امام وخلف لكن 105 دول عملولي 4 جوانب يعني ب4 شنط يبقى انا في الحالة دي هجيب كمية القماش على مرتين كمية القماش للامام والخلف وكمية القماش لمين للجانب ليه علشان خاطر الامام والخلف 35 سنتي عملولي شنطة كاملة لكن 105 في الجانب عملولي 4 شنطة او 4 حقائب طب نشوف نجيبها ازاي اهيه يبقى كمية القماش للامام والخلف 35 سنتي دول قلنا ان هم عملولي كام ايه عملولي حقيبة واحدة يبقى 120 حقيبة في 35 سنتي واحنا اتفقنا ان احنا بنقسم على ايه على مية لان انا بشتري القماش بايه بالمتر مش بالسنتي طلعه لي 42 متر يبقى انا كده جبت الامام والخلف طيب عندي بقى الجانب المية وخمسة دول عملولي كام جانب عملولي 4 اجناب طيب انا عندي كام جانب بقى انا عندي 120 حقيبة يعني 120 جانب يبقى انا عندي كم متر وماش بتاعت الاجوانب بتاعت يسين طرفين فوسطين يبقى 105 في 120 وهقسم على 4 عشان المية وخمسة دول عملولي 4 جوانب وهقسم كمان على 100 عشان يبقى القماش بالمتر اطلع لي 31.5 متر يبقى احنا هنا عملت اول حاجة في المسألة عملت ايه المقاسات بعد الزيادة المقاسات بعد الزيادة كانت عبارة عن ايه كتعتين الامام والخلف كانت مقاساتها كام 35 في 30 عملت المقاسات بعد الزيادة وعملت الرسمة بتاعتي من الرسمة دي انا طلعت حكتين ايه هما الحكتين اللي انا طلعتهم لقيت نفسي ان 35 سنتي دول عملولي حقيبة كاملة امام وخلف عشان كان عرضها 40 لما اسمت 80 على 40 اداني الاثنين يبقى 35 عملولي حقيبة طب انا عايزة قام حقيبة عايزة 120 حقيبة ضربت 35 في 120 واسمت على 100 عشان انا بشتغل بالمتر مش بالسنتي تمام طلعت طول ايه الامام والخلف يبقى في الحالة دي مضطرة كمان ان انا اعمل للجوانب انا عندي 105 عملولي 4 جوانب 105 سنتي عملولي 4 جوانب طب انا عندي بقى كم جانب انا محتاجة 120 جانب ب120 شنطة طرفين في وسطين جبت طول الجانب بتاعي وبرضو اسمت على 100 عشان يبقى بالمتر يبقى انا هنا طلعت طول الامام والخلف طلعت طول الجوانب بالمتر جمعت الاثنين مع بعض وجبت لهم 8 واحد نبص مع بعض يبقى كم متر وماش كلها انا طلعت 42 متر الامام والخلف 31.5 للجوانب هتساوي 73.5 متر يبقى سمن القماش بتاعي انا عندي المتر ب20 جنيه يبقى 73.5 في 20 طلعت 1470 جنيه يبقى انا كده جبت 8 بيع القماش بتاعي او 8 القماش بتاعي طيب عايزين نشوف فكرة تانية جات عندنا في الانتحان يبقى احنا خدنا النهاردة فكرتين فكرة السطارة وفكرة الحقيبة دي جات لنا عندنا في امتحان 2018 بيقول مطلوب تصنيع 120 طقم السرير الطقم يتكون من 1 ميلاية ابعدها 236 في 236 اتنين كيس مخدة طول كل منها 156 سنتي وعرضها 76 سنتي واحد خددية مقاسها 76 سنتي في 76 سنتي ومبطنة من نفس النوع معنى كلمة مبطنة من نفس النوع يبقى معنى كده ان انا عاملة من الخددية اتنين مش واحدة معنى هو الا عدد الخددية واحد لكن لما اجي عمل في الرسمة بتاعتي هعمل الخددية اتنين ليه هعمل اتنين عشان قال لي مبطنة من نفس نوع القماش يعني بدل ما هي قطعة واحدة لأ هيبقوا كم قطعة هيبقوا قطعتين يبقى في الحالة دي في الرسمة بتاعتي انا بعمل كم خددية بعمل اتنين مش خددية واحدة ويمكن دي اللي واقعي الطلبة كثير في الامتحان ما خدوش بالهم من كلمة مبطنة خدوا بالهم بس ان هي ايه خددية فعملوها في الرسمة ان هي واحدة وطلعوا في الحالة دي نسبة هلك مع ان هي المفروض قال لي كلمة مبطنة اعرف على طول ان هي كم خدادية اتنين طيب نكمل مع بعض قال لي اضاف اتنين ونص اتنين سنتي من كل جانب للخياطة يبقى المقاسات ايه هنعمل المقاسات بعد الزيادة عرض القماش متين واربعين سنتي وسعر المتر منه تلاتين جنيه يبقى انا عندي هنا الطق معبارة عن ملاية اتنين مخدة واحدة خدادية ومبطنة من نفس النوع قال لي عندي اتنين سنتي زيادة بالخياطة يبقى اول حاجة هقوله المقاسات بعد الزيادة الملاية بتاعتي متين ستة وثلاثين زايد اتنين هتبقى متين واربعين سنتي ويتين ستة وثلاثين زايد اتنين زايد اتنين متين واربعين سنتي يبقى اول حاجة الملاية متين واربعين في متين واربعين طب نيجي للمخدة طبعا الملاية دي عايز منها واحدة طب للمخدة مية ستة وخمسين زياد 2 زياد 2 تبقى 160 سنتي وال76 زياد 2 زياد 2 تبقى 80 سنتي دي انا عايزة منها 2 مخدة الخددية 76 زياد 2 زياد 2 80 سنتي و76 زياد 2 زياد 2 80 سنتي هنعمل منها طبعا خددية واحد والبطانة بتاعت طيب عايزين نشوف بقى الرسمة ادي الرسمة هي عبارة عن ملاية مقاسها 240 في 240 عشان قال لي عرض القماش 240 سنتي وكمية القماش بتاعتي يبقى 240 زياد 80 زياد 80 اللي هي المخدة الخددية الاولى والخددية التانية هتطلع 400 سنتي يبقى انا عندي كمية القماش اللي الكمية كلها ادي ايه يبقى 400 في 120 على 100 طلعت الطول بالمتر اللي هو 430 وناخد بالنا كويس اوي انا عملت هنا ايه الخددية والبطانة بتاعتها يعني عملت اتنين خددية يبقى انا عملت ملاية وعملت اتنين مخدة وعملت خددية بالبطانة بتاعتها دي تعتبر فكرة تانية من الافكار عندنا اللي بتيجي في الامتحان يبقى احنا كده خدنا النهاردة رجعنا على المكانة المستديرة بتاعتنا وقلنا ان افكارها بسيطة جدا بتاعتمد فيه ان احنا ممكن نجيب الطول وعدد القطع والوزن ولو جالي اجور بتجيله اجور بسيطة جدا من ازاي المكنة المستطيلة رجعنا كمان على باب التطريز والباب ده مهم جدا لانه لازم يجي لي سؤال اساسي في الامتحان بتكاليف انتاج بعضة بكر والوان وانواع واتمان مختلفة وخدنا النهاردة فكرة السطارة وخدنا فكرة الحقيبة وخدنا الملايات او قطع من الاسرة وكنا واخدين في حلقات سابقة كمان المفارش الصفرة بالفوت ويبقى احنا كده غطينا كل افكارنا اللي ممكن تجي لنا في مادة المعيسات ياريت نراجع كويس ونركز فيه منهجنا حلوة اول لان الكتاب ممتاز بافكاره ولو انت فتحته الامتحانات السابقة كلها هتلاقوها كلها جاية من داخل الكتاب يبقى احنا معنا كده لو ذكرنا كويس الكتاب بكل افكاره ان شاء الله الافكار بتاعتنا مش هتخرج برة الامتحان والامتحان مش هيخرج برة الكتاب اتمنى لكم النجاح اتمنى لكم ان اشوفكم على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته